وفي كفنا شعلة من علوم سيأتي الضياء برام الغيوم وتشد الطيور بذاك القدوم ونمضي سويا على ذربنا وفي كفنا شعلة من علوم ونرحال في موكب الفاتحين اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم فقه الخليجية ومعنا وكنا في انتظاره فضلة الدكتور مجد وردة مرحب به أولا رحمة الله دكتور حياك الله أهلا وسهلا حللت أهلا ونزلت سهلا بارك الله فيك ننتظر حقيقة لقاء فضلة الدكتور مجد وردة يعني يوما بعد يوم ونتمنى أن يكون معنا على الدوام فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بإلمه وأن ينفع الأمة بحركته وأن يجعل فيها من الخيرات والبركات ما يكون سببا في إنقاذ الأمة مما هي فيه من أدواء وأمور نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه أن يرفعها عنها وقبل أن نبدأ الحوار نقدم أحر التعازي لأخينا الزميل محمد حسن من إدارة قناة الخليجية في وفاة قريبه محمد البلتاجي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الصالحين وأن يحقنا به على خير وأن يحيى من أحياه منا على الإسلام وأن يتوفى من يتوفاه منا على الإيمان فضلت دكتور مجدي قبل ما تحضر حضرتك بقليل جدا أنا كنت بكلمة في مسألة لعلي قصرت فيها وهي مسألة علاج الحدث القائم الآن وأنا حقيقة من وجهة نظر ضعيفة جدا التي لا تساوي شيئا يعني أمام فضلتك قلت الإلاج فيه علاج عاجل اللي هو الإغاثة اللي هو الواجبة على كل مسلم ثم علاج على المدى الطويل ده للأمة كلها وليس لغزة فقط علاج التربية وعلاج العودة إلى الدين وهذا يلزم منه لزوم ركب العلماء واتباعه للأمر للعلماء المجتهدون من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فإما أن نستفيد مع فضلتك إقرار لهذا الكلام أو ننتظر الزيادة إن شاء الله الله بار فيه جزاك الله خير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد لا شك أن الذي تفضلتم بذكره هو عين العلاج والكلام حول العلاج العاجل والآجل على مدى طويل يطول ويتفرع ولكن هناك قضية هي بمثابة العمود الفقري للعلاج نريد أن نذكرها سيما أنه يتحشم من ذكرها ويا للأسف من خلال كثير ممن وقف أو جلس في مجلس كهذا وهي قضية عقيدة الولاء والبراء لا بد أن نبين للناس ما الولاء وما البراء معروف أن عقيدة الولاء والبراء إذا لم تثبت في قلب المؤمن يخرج بالكلية من دين الله عز وجل ومعلوم أن الولاء لأعداء الله أو البراء من المؤمنين الطيبين يخرج من الملة كذلك فما هذه العقيدة الذي أريد أن أقوله ليسمعه العوام والخواص ويكون تذكيرا للعلماء والدعاء كل إنسان على وجه الأرض وكل مجموعة وكل شعب وكل دولة عندهم ولا شكة ولاء وبراء انتماء وبراء عداوة فبعض الناس عندهم ولاء لبني لغتهم وبراء وبراء من أعدائهم وبعض الناس عندهم ولاء لبني جنسهم وبراء من أعدائهم وبعض الناس عنده ولاء للون جلدهم وبراء من أعدائهم يذكرني بهذا الجريمة التي لم تنتشر في الإعلام لأن المجرم لم يكن مسلما فحصل تعتيم على تلك الجريمة أن رجلا أسود ركب قطار الأنفاق في ولاية نيويورك وفتح النار على كل من بشرته بيضاء وترك كل من بشرته سوداء فسمعنا رئيس تلك الدولة كلنا سمعناه بعد أحداث سبتمبر يقول من ليس معنا فحتما هو ضدنا فهذا ولاء وبراء على شيء ما القومية العربية التي يتشدق بها وتشدق بها بعض الرؤساء ويتشدق بها الآن بعض الأقلام والأصوات هي ولاء وبراء على فكرة العروبة الجنسيات والميل إلى تفضيل جنسية على جنسية هذا ولاء وبراء في المواطنة الذي ربانا عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الولاء يكون للإسلام والمسلمين في أي مكان حلوا سبحان الله وبراء وبراء يكون من أعدائهم أيا كانوا ولو كانوا في دار بجوار دار فلابد من ولاء للإسلام وللمسلمين ولابد من براء من أعداء الإسلام والمسلمين وهذا للأسف لم يتأسس لا في العملية التعليمية والتربوية التي يتعرض لها الطالب والطالبة ولا يتعرض له كثير من خطباء الجمعة ولا الوعاظ ونسمع ذلك قليلا جدا حتى لما بدأت الفكرة المباركة في القنوات التي تبث الخير للناس أيضا حتى في هذه القنوات قليل جدا من يتكلم في قضية الولاء والبراء على سبيل المثال الإشكال في غزة حل بحديث يكتب في أقل من سطر قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة قال المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواه ما معنى المسلمون تتكافأ دماؤهم معناه من ظن أن الدم السعودي أغلى من الدم الفلسطيني فليس إن عقد في قلبه هذه العقدة عقدة الولاء والبراء عقيدة هي سميت عقيدة لأنها كالعقدة لم تنعقد هذه العقدة من اعتقد أن الدم المصري أغلى من الدم الفلسطيني فهذا لم تنعقد عنده هذه العقدة بل المسلمون دماؤهم أغلى دماء من جهة الثمن والذي يسكب هذه الدماء على الأرض من أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت سيدفعون أغلى ثمن إن عاجلا أو آجلا ولكن المسلمون فيما بينهم تتكافأ دماؤهم أي الدماء متكافئة متساوية كأسنان المشت تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم أبعدهم إذا عقد عقدة أو وقع عقدا أو قال كلمة تسعى الأمة كلها بما عقد من لواء أو من عقد أو من كلمة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم للأسف الشديد هذه الأركان الثلاثة وهذه المحاور الثلاثة كلها نفتقدها في هذه الأيام فالدندنة والتركيز على عقيدة الولاء والبراء أعتقد أن فيه علاجا على المستوى الآن وعلى المستوى بعيد المدى مع الهزة صلى الله عليه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا مرحبا عليكم ورحمة الله مرحبا أهلا وسهلا اخفضي صوت التلفاز وتكلمي من الهاتف مباشرة بارك الله فيك أهلا وسهلا فضوة شيخ يسمعك إن شاء الله